اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص تويتر من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط والإعدادات نضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة معلومات الضبط والإعدادات نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقات تويتر نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى هنا إلى معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول للأسفر نضغط على مكان التخزين وبعد ذلك نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات وبعدها نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بخطوة إطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك وبعد ذلك سوف يقوم بحل هذا المشكلة على تطبيقك الخاص تويتر وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على نجزة اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله